أعزائينا المشاهدين نحن الآن في ودي الخانق للنازحين بنهم حيث يحوي هذا الوادي مئة الأسر النازحة من قصف ميليشيات الحوثي وصالح على قرىهم ومنازلهم في وادي حريب هنا سنحاول أن نلقي الضوء على معاناتهم فتابعونا السلام عليكم السلام ورحمة الله اسمك أحد هادي محمد العزي اشرحنا كيف وضعكم في مكان النزوح هذا أقول لك أن نحن زمتها للنازحين كلهم زمت حالة تم تعبه وحالة تم استضره وهذا الأطفال يعانوا زمت يعني من المرض ومن الوباء زمت في هذا البلاد وهلا زمت أبناء شهداء الذي يدواجبهم على بلادهم على أرضهم وعش نقول لك أن نحن زمت نازحين في البلاد هذه يعني حالتنا مستضرة من هذا العدوان يعتدوا علينا لا بيوتنا ولا بلادنا من هم ألا ذلك؟ علي عبدالله صالح والحوثي من هم؟ من هم؟ من هم؟ من هم؟ من هم؟ هؤلاء ذي من تميل لأيران وذي يسحبونهم ظلط من إيران ويهديونا في اليمن ولا جاك شر كيف ستعيشون عيد الفضر المبارك في مكان النزوح؟ نحن يعيش يعني مرتاحين زمت بحالتنا الطبيعية هما أننا زمت أولادنا وأهلنا هم مستضرين زمت للصحة والأمور يعني العيشة حالة تم قاسية وحالة تم تعباء في البلاد هذا ما هي أبرز مظالبكم كنازحين في هذا؟ صحيح سمعت من يعالج لنا هذا الأطفال ويرالج لنا هذا الشيابات ويعالج لنا هولا المساكن يعطيهم سمعت يعني شيءulp vorbei ثم سمعت يصلحهم ويعانيهم سمعت يعني من حالة تم مستضر قد شوفهم بعيونكم ما بش يعني غبة ولا شيء هولا موجود tão organized ما عندهم علاج ولا عندهم شيء ولا عندهم سمعت يعني تقذية ولا عندهم حاجات تم ضعيفة هذا الذي نشرحه لك لأنهم نزحوا من بلادهم وبلادهم يعني هم مكفيين في بيوتهم مستورين يعني حالة طبيعية هم مرتاحين لكن نزحوا ما معهم ولا شيء من ضرب الحوثي وعلى عبد الله الصالح سمعنا أن قراءكم ومناضقكم قد حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فلماذا لازلتم نازل أحنا قد حرروا بعض منها جزء منها والبلاد مخربة لو نرجع لها عادة نعمرها ونصلحها لأنها مخربة خربوها بالقصف المدفعي سمت ولا الغام الذي جرعوها في بيوتنا وجرعوها في كل مكان جرعوها الغام في البيوت وفي المطابخ وفي الخزانات وفي الطروق المؤديه للمياه وفي المزارع وهما عملوا عمل يعني شديد في بلادنا لكن إن شاء الله أن إحنا منتصرنا عليهم وسنحرر بلادنا سنحررها لو نجيز سمعت يعني كم ما جيزنا لو يزيدوا يقاتلوا الأطفال هولا من بعدنا نحنا قد ضحينا وعادة نضحي بالأطفال بعدنا كل حد يضحي على بيته وعرضه وشرفه وكرامه كيف حالك؟ صالم حمد السعدي من أهل حريبنا كيف تعيشون في مكان النزوح؟ والله نعيش عيشة صعبة وعيشة في حالة يرثالها في حالة النزوح كما تعرفون النزوح تعب جدا على النازحين وكما ترون أطفالنا والنساء والعوائل في حالة صعبة جدا من الوضع المعيشي ومن جميع الحالات معك في رأب عيد الفطر المبارك كيف ستقضون هذا العيد في مكان النزوح؟ والله نقضيه كما ترون يعني في الخيام وفي الدشم حقنا هذه الموجودة والوضع يعني لنترجى من الله ومن أهل الخيري لتعاونه مع الأسر النازحة كما يعني تشوفون وضعنا وضع قاسي وضع مش تمام وضع النازحين كامل وضع ما يطمش ونرجو من أهل الخير في المساعدة مع النازحين ما هي أبرز متطلبات النازحين في هذه المرحلة؟ أبرز متطلباتهم في وضعهم المعيشي يغينوا عينهم في الوضع المعيشي حقهم وكساءهم وقذاءهم هل هناك مستشفى لمعالجة الأطفال الذين يمرضون في مكان النزوح؟ لا يوجد لدينا مستشفى وإنما يعني منتعب جدة ولا شيء بس يدولها حبوب فقط من مارب وإذا هناك حالة حرجها أين تذهبون بها؟ نذهب بها إلى مارب لغرض علاج ويرجع فقط كم المسافة من منطقة النزوح إلى مارب؟ ساعتين تقريبا شكرا السلام عليكم السلام عليكم كم يبلغ عدد النازحين في هذه المنطقة؟ وما هي أبرز المعاناة التي يعانون منها؟ وما هي أبرز الاحتياجات التي هم بحاجتها في أقرب وقت؟ النازحين يصلوا إلى أربعمائة أسرة الذين يتوجدون من حريبهم في الخانق ويعانون من عدة قضايا كثيرة منها يعني الصحة ومنها دورة المياه ومنها يعني التغذية ومنها يعني الخيام ومنها يعني المدارس يعني خرجنا من بلادنا وجهالنا حرموا لإدراسة ومن جميع الجوانب الآن ونحن في عيد اقتراب عيد الفطر المبارك كيف ستعيشون فرحة هذا العيد في هذا المخيم؟ والله نعيش فرحة هذا العيد في هذا المخيم يعني ما في فرحة العيد في هذا المخيم حيث ونحن نازحين من بلادنا ونعاني يعني من عدة قضايا يعني نزوح وهذا الكرام ما هي فرحتكم الكبرى؟ فرحتنا الكبرى إذا طردنا الحوثي وعوان علي عبدالله صالح من البلد جمعني وكامل فرحة هؤلاء الأطفال لن تكتمل إلا بتحرير بلادهم من مليشيات الحوثي وصالح محمد أبت الكريم قناة يمن شباب مخيم النازحين بوادي حريب بنهن موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة